السياحة طول الوقت نتكلم عنها على أنها دخل أو مصدر مهم جدا من مصادر الدخل الموجودة في مصر الحقيقة أنه الاهتمام بالسياحة الدينية بقى الشغل الشاغل لبعض المؤسسات والهيئات الموجودة في مصر علشان محتاجين نطور وننمو بالسياحة الدينية مصار العائلة المقدسة كمان بقى مجال كتير من المؤسسات والهيئات اللي بتهتم جدا بالسياحة لأنه مهم أننا نعرف كتير عنه مهم أن احنا نروج للأماكن دي مهم أن احنا نعرف العالم اللي حوالينا إيه اللي عندنا علشان نبقى بالنشط السياحة اللي هي مصدر قوي من مصادر الدخل القومي في مصر احنا النهاردة معنا ضفطين هيكلمونا عن حملة شعبية لدعم السياحة ومصار العائلة المقدسة نعرف الفرق ما بين الحملة دي وغيرها من الحملات التانية اللي تمت والخاصة بتنشيط السياحة ودعم مصار العائلة المقدسة نعرف إزاي بيتم التنسيق ما بين الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية بالسياحة والوزارة المعنية بالسياحة عايزين نتكلم أكتر على الترويج طول الوقت للسياحة العالمية إزاي بيتم بشكل يعني فيه احترافية كبيرة جدا فده هنعرفه النهاردة من ديوفنا اللي منورنا جدا وجودهم معينا في صباح النور النهاردة دكتور راندا فؤاد مؤسسة الحملة صباح الخير منورنا يا دكتور وكمان بسعيدنا مشرفنا يكون معنا الكاتبة الصحفية سماح مكرم المستشار الإعلامي للحملة صباح الخير مشرفنا منورنا هبدأ معك يا دكتور طولنا كده الحملة بما أنه حرك مؤسسة الحملة بدأتوها إمتى وليجت لكو فكرة الحملة أصلا هيا الفكرة عندي من حوالي خمس سنين كنت في مؤتمر ضد الإرهاب في باريس واتكلمنا على الترابط الشعب المصري وصيرت كنا في زيارة أحدى الكنائس المصرية الموجودة في باريس واتكلمنا على مصارحة العائلة المقدسة من يومها وأنا كان عندي اهتمام وشغف بمصارحة العائلة المقدسة ابتدأت اشتغل في الموضوع فعليا من سنة ونص كنا مجموعة الحقيقة عملنا شغل حلو قوي بأن سنة ونص تقريبا ماشيين في نفس المصار بنعمل زيارات لكل الأماكن المصار بتاع رحلة العائلة المقدسة وشرف لنا طبعا الحمد لله الحملة بتهدف لحاجات كتير جدا أن احنا كلنا مع بعض ايد واحدة في صالح بلدنا وفي صالح مصارحة العائلة المقدسة هو ليه أصلا تم التطرق لمصارحة العائلة المقدسة في المؤتمر حيث كنت فيه في باريس يعني إيه الفكرة من أنه العائلة برا بيتكلم عن العائلة المقدسة لا هو ما كانش بيكلمه احنا كنا بنتكلم ضد الإرهاب المؤتمر كان ضد الإرهاب وكان ضد المفروض أن احنا بنتكلم إيه اللي بيحصل عندنا في مصر واحنا ضد الإرهاب عموما كمجموعة عمل كنا موجودين هناك وكان ليه كلمة ووضحت أن الإرهاب يتمثل في شخصيات محددة وقصة دي يعني إحنا عادنا بعد كده وقلنا إزاي نترابط مع بعض إزاي بقالينا وضع جميل فأصيرت مصارحة العائلة المقدسة يعني قلت أنا نفسي أشتغل في الموضوع ده حقيقة كنت مهتمية جدا طبعا رحلة العائلة المقدسة شرف لينا كلنا شرف لينا كمسلمين ومسيحيين شرف للبلد أن احنا نتكلم فيه حاجة جميلة حاجة إحنا إزاي إحنا في البلد محدش عارف الكلام الجميلة مش حدش عارف المصار الجميلة فلازم إحنا إحنا بنعمل سبوت على ده جميل قوي أستاذ سامحة يعني عجبني جدا فيه كلام دكتور رندا إنه إحنا كلنا مع بعض إيد واحدة تمام؟ وده اللي بتحاولوا طول الوقت في الحملة نوكوا توصلوك كهدف من أهداف الحملة دي لكن إحنا أوقات كتير مش بيبقى عندنا التقافة والوعي الكافي على إنه فيه حاجة اسمها سياحة دينية ما لهاش علاقة إن كانت السياحة دي مسيحية أبطية ولا إسلامية ففكرة دعم مصار العائلة المقدسة وتنشيط السياحة الخاصة بالجزئية دي محتاجة تطقيف ووعي بشكل مستمر إنه الجزئية دي مش بس ليه علاقة بالآباط لكن ديه علاقة بمصر إزاي بتغيروا الفكر وإزاي بتوعوا وتقافوا ناس كتير إنه ده مصر مش بس المسيحيين الأول صباح الخير على كل مشاهدين إحنا في الأول طبعا أنا تعرفت بدكتورة رندا دخلت على صفحة الحملة الشعبية لدعم السياحة روحة إلى مقدسة عجبتني جدا أنتصلت بيها وقلت لها أنا مع حضرتك وهذا عمل حملة إهلاميا وبدأنا فعلا نتحرك وبدأنا نزور نوعي إزاي الناس وفيه ناس كتير جدا ما تعرفش يعني إيه مصر عن قدسة أو ممكن يعرفوا أماكن بسيطة إنه هم 25 نقطة إحنا بدأنا مع بعض مفروض إنه يبقى فيه تضافر بين الشعوب والحكومة المفروض يبقى فيه وعي إحنا لما بننزل زيارة مش بننزل نتصوره بس لا بالعكس إحنا بننزل بنعمل ده بس مباشر للناس يبقى فيه أباكة هنا يبقى فيه متحدث هناك بيقول كل قطعة في الدير دي إزاي ومكانها إزاي والسيدة العزراء مريم جات هنا عملت إيه يعني زي مثلا ما رحنا واضي النطرون وروحنا مسترد كان فيه هناك البير بتاع المياه العزمة اللي كان بتغسل فيه هدوم السيدة المسيحة فيه ناس كتير قوي ما تعرفش الكلام ده فيه ناس كتير قوي ما تعرفش في مسترد إنه فيه مكان من مصرر الحترالة المقدسة إحنا بنعمل ده إعلاميا إحنا بننزل ده في أخبار وبنزله يوتيوب وبننزل على قنوات وبنتكلم فيه ناس كتير جده بتقول أنا عمره بروحة المكان ده أيوة لكن فيه ناس كتير ما بتهتم مش برضه بده نتيجة إنه بيربطوه بالسياحة الدينية المسيحية أو القبطية في مصر فإحنا عايزين نغير وجهة النظر إنه ما فيش حاجة سما يعني زي ما إحنا مثلا ما بنروح المتاحف الإسلامية والأماكن اللي هي علاقة بالسياحة الدينية الإسلامية ومنبقى مبسوطين ومنبقى عايزين عندنا الشغف إنه إحنا عندنا معلومات كتير إحنا كمان عايزين نغير وجهة النظر اللي مش بتهتم كتير بالسياحة الدينية ما تحددش مسيحي ولا مسلم هو مبارك شعب مصر هو سيد المسيح لما جي مصر مجاش عشان خاطر يعني مصري ما فيهاش مسيحين بس لأ مبارك شعب مصر المكان الأسري ده يعني كنز المصر لو كل الناس اللي بره مصر بدأنا ندعوها لأن هي تيجي مصر وتشوف الجمال ده لأ ده يبقى حاجة كبيرة جدا خلينا ناخد أو نبدأ نتكلم الأول في الصور اللي على الشاشة دي الصور دي إمتى والحدث ذا كان ناترون في دير السوريان وده أبو ناشي سرديوس أبو نابولا معنا كان معنا وقت برد أنت كنتوا بتعملوا زيارة زيارة نعملها زيارة وبتبقى في نفس الوقت بصي زي ما حضراتك شايفة معنا مجموعة من المسلمين أنا جايباهم كتير واقتنعوا يعني الفرحة عندي أنا أنك أنت بتوصلي المعلومة صحة للناس أيوة بتوصلي أن شعب مصر أنت مش بتظهري هنا أن أنت بتظهري كمصريين ده شرف ده شرف لنا كلنا ده صورة جميلة بتطلع في أي حتة على مستوى على مستوى العالم لما تطلعي كده أنت بتوري الناس كلها مصر حلوة قوي فيها حاجات جميلة أنتوا فين يعني يعني زي بابا تودرس لما قال أن مصرحة العائلة المقدسة ده شرف لنا كلنا يعني شو فيه في لبنان قصدي في الأردن عندهم المختص بس عاملين بيه حاجة طب إحنا عندنا ثلاث سنوات العائلة المقدسة السيد المسيح والستينة ماريم والستينة العدرة مروا في الأماكن دي ده فخر لنا ده إحنا مصدر الأمن والأمان الناس اللي معاكوا في الصور بتجمعهم إزاي أو دول من فين يعني دول بس المسؤولين برضو عن الحملة واللي موجودين في المكان اللي بتطلعوا منه الحملة ولا دول ناس بيحاولوا ينضموا لكم علشان ياخدوا معلومات أكتر عن الأماكن لا وابسي حضرتك إحنا يعني مجموعة من الناس معارف بندخل بنخوت في كل حاجة سباح بتتكلم من ناحية أنا بتكلم من ناحية بخش لأصدقائي بقول لهم تعالوا إحنا بنعمل كذا يقولوا لي إزاي بشرح الموقف بشرح المصار فالناس كلها بتعرف إحنا بنعمل إيه طب خدينا معاك فلما بيشوفوا بيهبوا عايزين يقرروا مرة واثنين وثلاثة إحنا بنوسع الدايرة هي القصة إن أنت بتبدي بوان بوينت ثم بتعملي زي الراشنج كبير كده هو ده الغرض إن الدنيا إن الفكرة تنتشر أنتوا جماعية أو مؤسسة 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 تمام الهدف بتاعكم بس هو تنشيط السياحة ولا ليكم أهدف تانية داخلية غير تنشيط السياحة ودعم المصار سياحة وتنمية سياحة وتنمية تمام بتهتموا بأني جوز في التنمية اسم مؤسسة مؤسسة رحلة العائلة مقدسة للسياحة والتنمية تمام والغاية دلوقتي إنجازاتكو في مجال السياحة والتنمية وصلت لغاية فين بالنسبة للتنمية المشروعات الصغيرة إحنا معنا حنيس في المؤسسة معنا دكتور مهندس هشيم المشروعات الصغيرة بيهتم أول موضوع ده إحنا بدأنا بدأنا مؤتمر صغير في المطرية بدأت الناس تعرفنا مؤتمر مطرية يعني أنا من منطقة هناك وريبة من هناك فأنا سمعت من بره بيقولوا إن في مؤتمر يتعامل كبير جدا لريحة تعالى مقدسة بدأت الناس تسألني بدأت الناس تتكلم لما نزلنا دعا الجروب بتاعنا في الفيسبوك باسم الحاملة الشعبية لدعم السياحة بس الناس بتتكلمنا إحنا عايزين نروح لأماكن إحنا عايزين نروح الحتة دي عايزين نروح واضي النترون فبدأنا ده في حد جنة من النمسا صديقة الدكتورة رندا عملانها رحلة مخصوص زيارة مخصوص لواضي النترون فدي حاجة وده اللي بتتكلفي انتوا بقى بتعملوا مثلا رحلات بتعملوا تجمعات أو نقاط لتجمعات الناس علشان تغيرهم في أكتر مما كان من أماكن اللي عدت عليها العائلة المقدسة ولا بيتم ازاي التنسيق ما بينكم ما بين الناس اللي عايزين يعرفوا أكتر ويبقى عندهم معلومات وتقافة ليه علاقة بالسياحة الدينية بسي هو حضرتك احنا أهم حاجة عندنا دلوقتي اللي انتشار بالفكرة تمام فأنا كل اللي همني ان الناس اللي برا احنا اللي عندنا منصقين في دول كتيرة برا عندنا في أمريكا وفي كندا وفي النمسا وفي إيطاليا يقليكم مكاتب برا في المسألة لا مش مكاتب لكن أشخاص وبتشتغل على نفس يا منصقين معينا بنفس الهدف بنفس الهدف بنعمله مثلا في النمسا عمله في حاجة على اليوتيوب زي الفيلم سبيكينج كده بنتكلم على المصار وان احنا عملنا يعني معناها الانتشار أنا عايزة فكرة الانتشار اللي هي تنتشر فكرة رحلة العالم مقدسة والمصار المهم ده جدا على العالم مش على مصر بس طب ده هيعود على العالم أو هيعود على مصر بقى بشكل شخصي بإيه لا ده حاجات كتير أولا احنا الهدف الأسمى ان مصار رحلة العائلة المقدسة كمصار سياحي استثماري ديني ثقافي وكل هذه المعاني ينتشر على مستوى العالم عايزة عرف الناس في مستوى العالم على مستوى العالم كله كلهم يعني احنا عندنا مصار رحلة تعالى مقدسة يا جماعة احنا عايزين الناس تعرف دي انت مجرد ما انت بتعرفي زي ما معروف أرشليم ومعروف لا احنا عندنا زيارات مقدسة عندنا أماكن مقدسة زارتها زارة سيد المسيح وسيدة العذرة احنا بنقول تعالوا تبركوا بهذه الاماكن تعالوا شوف الروحانيات العظيمة اللي موجودة في هذه الاماكن اتعرفوا على الاثار اللي مقالها اكتر من الفين عام دي اهم حاجة لانتشار عرفي والناس وكبرت دايرة يعني فيه ابتدى ناس يجوا يقولوا عايزين ننزل من امريكا احنا جايين من امريكا وحتشوف حضرتك صور برضو لمجموعة اللي هو النادي الثقافي المصري في نيويورك جموا ووريناهم وشافوا يعني الهدف ان احنا الناس كلها تعرف احنا عايزين ناس تعرف تنتشر الفكرة الهدف التاني والاكبر ان مصر ايد واحدة شعبها واحد بيكلموا على مصرح العائلة المقدسة بمنتهى الحب ومنتهى الجمال والرابعة والروحانيات العظيمة الموجودة طيب استاذ استاذ سمح بما انه حضرتك كاتبة صحفية وكمان المستشار الاعلامي للحملة الاهلاف اللي بتتكلم عنها دكتورة رندا حضرتك كوحدة شغالة في المجال الاعلامي بيبقى عليك دور كبير انه تنشر الفكر ده وتوصلوا مع بعض طبعا الهدف المطلوب من الحملة ازاي بتنسقوا ما بينكم ما بين الاماكن او المؤسسات والجماعيات التانية اللي برضو بتهتم طول الوقت برحلة مصار العائلة المقدسة لانه طبعا حضرتكو مؤسسة كبيرة وبتهتم جدا بمصار العائلة المقدسة لكن مش الوحيدة فيه اماكن كتير بتهتم اولا هل فيه تنسيق اصلا بيحصل ولا لا ولو بيتم بيتم ازاي لا هو فيه تنسيق فانضم هو طبعا مفيش مؤسسة باسم راحة العالم مقدسة غيرنا بس بيبقى فيه تنسيق مع جماعيات تانية بيبقى هدفها بس بيبقى لها هدف واضح بيبقى لها هدف زي التنمية وهنا مش سياحة بس سياحة وتنمية بالنسبة للتنمية احنا بنتكلم مع جماعيات بيبقى فيها مثلا زي المشروع الصغيرة زي الشباب احنا دولت بنتكلم مع جماعية عندها شباب بتعمل حاجات زي مصدر العائلة المقدسة صورة العائلة المقدسة دي بيرسموها بيرسموها بالزبط نفس الموجودة بنشوفها في الأديرة فالحاجات دي بتبقى برتشنيت يبقى في حاجة من مسار العائلة المقدسة موجودة دي برضو تنمية برضو في جماعيات احنا هنبدأ نعمل دورات نفهم الناس برضو يعني ايه رحت على المقدسة وبدأت ازاي وانتهت ازاي وفيه كم نقطة واحنا رحنا اماكن ايه ونبدأ ناخدهم معنا كمان فكرنا ان احنا نعمل ده في المدارس موزارة التربية والتعليم ان احنا نقدم ده وفيه في المدارس اطفال كتير جدا تتمنى انها تروح الاماكن دي وتبقى بدل رحلات دريم لا احنا ناخد الاطفال ثقافة انتوا رحتوا كل الاماكن او النقاط الخاصة بالمصار لا احنا رحنا سبعة نوقات لحد الوقت لغاية دلوقت سبعة نوقات من 25 من 25 ان شاء الله هنكمل بس مش ايه الاماكن رحنا اسيوت دريم المحرق درنك والمطرية والمعادي وتعني وبسرجة وبسرجة وودي النترون وودي النترون ثلاثة ديورة ورحنا اي تاني اربع اربع ديورة اربع اره سطورن ورحنا مسطورن ورحنا اي تاني اين اي تاني بسخة رحنا سخة آه طبعان 100 بسخة جميلة إه طبعا هي فعلا مفجأة طبعا رحنا سخة انا فقعت اولا الحجر اللي عليه قدم المسيح يعني بجد حاجة إيه ده الوحيد كان مبهور اللي شفت روحنا دير البراري برضو لا يعني بصي حاجات بتبهر الوحيد بتبهر دي كانت أول مرة أشوف فيها المكان ده دي أول مرة ليه على فكرة معي أصدقاء كتير يعني كانوا بيشكرونها يعني يا جماعة إحنا متشكرين للجمال اللي إحنا شفناه واللي تعرفنا عليه إحنا عايزين بقى شعب مصر كله يبقى كده حلو جدا علشان الأماكن كمان اللي قلته لنا دي أماكن مهمة جدا سواء أماكن دينيا وثقافيا وليها كمان علاقة بالأثار في بعض منها في أثار فمحتاجين يبقى فيه تعاون ما بينكم كمؤسسة وما بين وزارة السياحة ووزارة الأثار كمان ده موجود إزاي بيتم بقى إحنا من أول معمالنا الحملة أنا اتجهت لوزارة السياحة وقدمت البورشور بتاعنا إحنا كذا والبورشور بتاعنا هدفنا إيه؟ هدفنا أن إحنا تنمية مصار رحلة العالم مقدسة التعاون بين المصريين لتنشيط السياحة المصار أهداف زيادة الدخل القومي بالنسبة للمصر تنمية المشروعات الصغيرة من خلال النقاط الهمة الموجودة في المصار كدد الفعل بقى ليه الفكرة نفسها من الوزارة كانوا مبسطين جدا على فكرة لما عملنا مؤتمر المطارية الحقيقة كانوا مبسطين قوي عايز أقول لحضرتك أن المؤتمر المطارية ما كانش فيه مأماكن لناس تعط التلفزيون صورها التلفزيون المصري حضر وصور الناس كانت وقفة برة قاعة من كتر الزحمة ومن كتر العدد قد كده لما بيكون فيه حد بتشتغل بإخلاص في حاجة مهمة ربنا بيوفقه والمؤتمر ده ساعتها أو الاجتماع اللي تم ده في المطارية كان إيه تكتو أو حصل إيه بعد كده حصل مثلا حاجة زيه في مكان تاني ولا لسه قدامكم شوية لا إحنا بنعمل إحنا شغالين بصي حضرتك إحنا شغالين ما بنقفش شوفي إحنا الحمد لله إحنا مش منتجه لأي حد يسعيدنا إحنا شغالين مؤسسة كده من نفسنا مجهود ذاتي مجهود ذاتي مفيش أي تبرعات مفيش دعم مدي خالص من أي جهة لا مفيش مش مشكلة إحنا مش عايزين حاجة إحنا عايزين إحنا بنشتغل بحب وعايزين بينات أمان إحنا عايزين تسهلات آه يعني عايزين تسهلات بمعنى إي يعني فتح أماكن لكم مثلا لأ لا تصريح أمنية لأ لا هيا عايزين تسهلات بس مش أكتر يعني إحنا معنا وفي دي كبير أول منتعب أول منما نعمل تسهلات دي إحنا بنعمل حاجة لبلد فالمفهوض يبقى فيه يتساعدونا التوصيق كمان للأماكن بتروحها التوصيقها وتصويرها محتاج تصريح عملين أفلام وعملين حاجات حلوة عملين أفلام عن بعض الزيارات في دير محرق عملين شغل حلو قوي وطبعا شكر لكل الأباء الكهنة الموجودين في دير محرق والأسقف الأسقف الدير الأنبة بيقول نيافة الأنبة بيقول بجد حاجة تشرف وجميلة وكل الأسقفة بجد اللي شفناهم في المينيا في كفر الشيخ في كل أماكن حقيقة قابلونا استقبال شرف لنا بجد بشكرهم جدا جدا استقبال كان رائع ترحيب رائع شرح وافي لكل أعضاء الحاملة بالأماكن حد طول الوقت زي تور جايد كده بيهتم بالنوع الشرح الأماكن اللي بتروحوها للضيوف اللي معاكو لا هو كل مكان بنروحه طبعا الأسقف بيبقى عارف طبعا طبعا خبارية بيرشح حد شوف لكو المكان بيرشح حد هناك مسؤول في الدير بيشوف لنا كل الأماكن بيدير في الكنيزة في كده كله بيبقى معنا في صراحة وبيبقى ترحيب جميل كلهم أحلى من بعض يعني مش عايزة أقولك في منطقة السعادة كل الاحترام والتأدير ليهم كلهم يعني أنا يعني ده بيديني دفعة بقى طبعا بيديني دفعة جميلة بابا تودرس لما قابلته في العيد آخر مرة وقلت له قال لي أيوة أنا عرفت أنه أنا بعمل كذا وبتاع حقيقة كان سعيد يعني قدسته يعني بصراحة حد جميل يعني أنا سعيدة جدا أن يكون فيه ترحيب ده وبشكره قوي قوي على الهوى يعني أتمنى أن احنا نكون يعني بنعمل حاجة لمصلحة بلدنا لمصلحة شعبنا لمصلحتنا كلنا احنا كلنا حاجة واحدة يعني لازم الناس تعرف ده طيب أستاذ سامح خلينا نتكلم على أنه السياحة الدينية فرع واحد من فروع السياحة وإحنا بنتكلم في الاهتمام أو تنشيط السياحة بشكل عام على أنها مصدر قوي من مصادر الدخل القاومي في مصر المؤسسة عمدوكم بتهتم بحاجة تانية أو فرع تانية من فروع السياحة غير السياحة الدينية أو غير مصار الأقل المقدسة تمام السياحة العلاجية احنا معنا دكتور دكتور مجد سعيد السياحة العلاجية رحنا مكان في ود النترون عين مريم عين مريم المية هناك سياحة العلاجية اللي بيروح هناك بجد المكان ده لما كان السيد المسيحة عطشان وما كانش فيه مية فالبحيرة دي موجودة لحد النهاردة فيها مية اللي بيبقى تعبين بيروح يشرب من المية دي أو ياخد شوية مية بجد بيشفى دي سياحة العلاجية فأنتو بتنمجوا كده ما بين سياحة العلاجية والسياحة الخاصة بمصار الأقل المقدسة بل السياحات بل الزفت لا أقصد أنه مكان مثلا زي ده ده مكان ممكن يبقى من الأماكن اللي عدت عليه أو عدت عليه العلاجية بالإضافة لي أنه ده سياحة علاجية نحن بنجمع ده بتعالج 90% من أمراض الجلدين آه يعني إحنا عايزين إيه أكتر من كده فيه جمال أكتر من كده أتي حضر يذكر البحيرة ودي النطرون المية فيها قريبة جدا من البحر الميت اللي الناس كلها على مستوى العالم بتروحها البحر الميت علشان كده طيب ما إحنا عندنا هو سياحة علاجية كمان هو مرتبطة برحلة العالم المقدسة عندنا سياحة علاجية عندنا سياحة دينية عندنا سياحة سكة كل ده من خلال النصار السياحة ما جمالها أو راحة تعالى مقدسة هي مش بس مساحية إحنا لما بنروح زيارة بنروح أغلبية مسلمين يعني أنا فاكرة صورة في دير الأنباب شوي كنا كمية كبيرة جدا كنا تلاتة بس مساحيين والباقي كله مسلمين وقفنا خدنا الصورة فينا إحنا عشان كنا كمية فينا اللي قاعد في الأرض عارفة الصورة دي تمثلي بإيه؟ بالصلاة يعني أنا لما بيجي أصلي يعني المسيحين بيجي أصلي بيركع في الأرض يقول المسلم نفس الكلام لما تشوف الصورة دي فيها تعبيرات جميلة جدا فده يعني تصوير جميل لبر مصر إنه هما لما بيجوا يشوفوا كده لا ده إحنا إيد واحدة طب بتروجوا لسياحة علاجية في أماكن ما عددتش عليها لقالة المقدسة خالص؟ لا إحنا بنعمل بتربطوا دابل على المقدسة آه تمام طيب فكرة التسويق والترويج للفكرة عالميا مهمة جدا يعني أنكم تعملوا ده جوى مصر فكرة رائعة وفكرة تحترم وكل التقدير والاحترام للفكرة لكن عالميا بقى الترويج للأماكن السياحية الموجودة في مصر برضو جزئية مهمة جدا بتعملوها إزاي دكتور؟ يعني مؤتمر المطارية كان أول مؤتمر يتعامل وحاضر فيه ناس من أمريكا ومن كندا ومن إيطاليا أعرفوا المؤتمر إزاي؟ يعني أعلنتوا إزاي عن ده فبالتالي حضروا هم المؤتمر؟ يعني هم أصدقاء عندهم جماعيات في الخارج وإحنا دعيناهم وجوهم حضر حقيقة لما ده ده بيديكي نوع من المصدقائهم بيديكي العالمية على فكرة يعني ما بيحضر لك ناس من بره لا ده بيديكي مصدقائهم عالمية فلما أنت وكل ما بييجي ناس من بره عن طريق مثلا أنت الثقافي الجماعيات أصدقائنا دول بناخدهم وبنزورهم الأماكن بتاع المصار فإنت صحيح إحنا عايزين ننتشر أسرع من كده لكن أو إحنا بيشتغل يعني بيشتغل في فرنسا الناس بيتيجي مثلا بيتيجي بنوديهم بيبقوا سوعدة جدا عايزة أقول لك يعني اللي أصدقوا كمان أنه حضرتكم تبقوني من شوية أنه ليكوا أشخاص في أماكن كتير برا مصر أو في العالم بشكل عام هل مثلا بتفكروا أو فكرتوا أو عملتوا رحلات مثلا مدعمة من أي شخصة أو من أي مؤسسة أو أنتوا حتى على النفقة المؤسسة الخاصة للناس اللي عاديين برا مصر بالتنسيق ما بينكم وما بين المندوبين بتوع المؤسسة في البلاد اللي برا مصر دي عملوا رحلات مثلا جابوا حد لمصر عشان يشوفوا مصراء مقدسة عملتوا فيديوهات وعملتوا مثلا زي اتصالات طول الوقت مع الأشخاص دول ويوروا للناس على الهوى إنتوا فينوا بتعملوا إيه يعني يقولوننا كده بتنسقوا ما بينكم وما بين الناس اللي برا زي بصي حدريتك هو إحنا أي حد بيجي بيجينا من برا إحنا كمان بنستغل المجموعة مثلا الوزيرة نبيل مكرم عمل بتعمل شغل حلو قوي الحقيقة بتجيب الناس المصريين من الخارج على هدف يعني ترابط المصريين بالخارج بالوطن بحاول مثلا يكون لنا اتصال معهم بنعمل شغل معهم وبناخدهم نزورهم هم بيعملوا لايف لأصدقائهم لجمعياتهم يعني التعاون مش بس ما بينكم ما بين وزارة السياحة وزارة الأثار ولكن بأكتر من وزارة يعني معالي الوزيرة نبيل مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج فياكده انتو بتنسأوا ما بين المؤسسة وغيرها من الوزارات اللي في الآخر بتصب على مصلحة السياحة المصرية والاقتصاد المصري بس مش التواصل مع الوزيرة مباشرة انا التواصل مع الناس المدعوين من الخارج لكن انا طبعا اتمنى تعاون مع الوزيرة بتوصلوا المعلومات عنهم ازاي الا عن طريق الوزارة لا مش عن طريق الوزارة هم اصدقاء وبيبقوا جايين ومنهم كتير اعرفهم ومنهم بقى بتبقى العملية ايه بتتوسع يعني مثلا انا اعرف عشرة من اللي جايين فالعشرة دول بيجيبوا عشرة معاهم بيقولوا لهم عن فكرة فالفكرة بتعجبهم قالوا تعالوا هنعمل لكم زيارة في الاماكن المصار هتشوفوا حاجة حلوة خصوصا ان ابتدى يحصل نوع من التنمية في النقاط الهمة بالمصار يعني ابتدت يبقى فين نظافة في توسع في الطرق في تمهيد طرق يعني ابتدت العملية تبقى احسن فانتي بتبقي متشرفة اكتر ان انتي بتقول لهم تعالوا فمناخد الدائرة كده بنوسحها بطريقة است التعامل الرسمي مع وزارة السياحة هاي التنمية السياحية بالزدي احنا فعلا بنعمل ده حتى لما رحنا دير الانباب شوي وشوفنا ما ادي تتعاموا من الفين سنة يعني احنا طلبنا ان الحاجة دي ما تفضلش كده لأ تتحط في طلبناها مع الوزارة مع هيئة التنمية السياحية الحياة اهتموا نكتب ده وبندهولهم فعلا هتشوفي السور دي يا عدري هم جابوا احنا تريد ما عرضنا كل السور اللي حضرتكو كدتوها لكن خلواني كده قبل ما نختم اسأل استاذة سماح عن انه كل حاجة في البداية بيبقى ليها زي ما نقول كده ماشا وفاجا يعني بيبقى فيه كده هدف وبقى فيه رؤية لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها دي المؤسسة بتاعتكو وصلت لغاية فين في رؤيتها يعني نفسته كم في المية من اللي انتو كنتوا حاطينه من الاول هو احنا نفزنا تقريبا ينقول 50 في المية مشيته نص الطريق ان احنا نوصل بين الشعب الناس والحكومة او الاديورة والحكومة احنا بنعمل حاجة كبيرة حيث ان احنا بنوصل ده من الشعب للحكومة نعرفهم مصاري على مقدسة ومن من احنا للحكومة احنا بنقول لهم الاديورة دي محتاجة ايه الطريق ده محتاج ايه زي ما رحنا قسيود كان فيه طريق اللي هو الطريق الكبري فكان فيه القصة في الكسينوس كلم معنا وقال لنا الكبري ده محتاجين الناس لما بتيجي بتعدي مشوار طويل جدا الكبري ده بيوصل للدير على طول فاحنا بنكتب ده موصل للحكومة اه يعني احنا وقدين مواقف ايجابية او وزارة السياحة فدي حاجة كبيرة جدا احنا وصلنا لكده واحنا بنحا نتواصل مع الاستاذ عادل الجندي لماسك ملف رحة المقدسة في وزارة السياحة جميل انا فعلا اتشرفت بوجودكم معنا النهاردة في صباح النور واتشرفت بالفكرة وفعلا فكرة تستحق التأدير والاحترام والدعم بشكل مستميل بشكركوا جدا دكتور رندا فؤاد مؤسسة الحملة شكرا جزيلا 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 لحضريتك وانا بشكر القناة ان احنا نتكلم على حاجة جميلة زي ما صر رحلة العالم المقدسة تمنى ان انتم تبقوا معنا دايما وتشوفوا احنا بنعمل ايه وتساعدونها في مرسيل حضريتك ومرسيل القناة بشكرك بشكرك كمان الكاتب السحفية سماح مكرم المستشار الاعلام الحملة بشكرك شكرا جزيلا لبشكرك حضريتك وبشكرك القناة انها تحتلنا lanfa لنا فرصة ان احنا نتلاعوا نتكلم وننشر الفكرة أكتر إعلامية مشكورك نورت ونعطي هخرج مع حضرتكم لفاصل أخير في الحلقة النهاردة بعد الفاصل هيبقى معنا فكرة مع الناس استنونا مرة تانية اشتركوا في القناة